اشتركوا في القناة من اخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة وقد تفضل جلالة الملك المعظم رعاه الله لدى وصوله بالتصريح التالي يسرنا ونحن نصل الى ارض جمهورية مصر العربية الشقيقة ان نعرب عن بالغ التقدير والامتنان لاخينا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله على دعوته الكريمة لنا للمشاركة في قمة القاهرة لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة معربين عن بالغ الاعتزاز والتقدير لحرص جمهورية مصر العربية الدائم على بذل كافة الجهود والمساعي الخيرة من اجل وقف الحرب في قطاع غزة وتخفيف تداعياتها وتوفير الحماية لشعب غزة الشقيق وتأمين ايصال المساعدات الانسانية والاغاثية لهم ودفع جهود احياء عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين بما يسهم في التوصل لتسوية سياسية وحل عادل وشامل القضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية واننا اذ نجدد تقديرنا للجهود المباركة التي يقوم بها اخونا فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لنعرب عن شكرنا لمبادرته الكريمة لعقد هذه القمة وللدور الاستراتيجي الهام الذي تقوم به مصر الشقيقة لدعم السلام والامن والاستقرار في الوطن العربي وتوحيد الجهود من اجل الحفاظ على الامن القومي وتعزيز التضامن والتكاتف والتعايش السلمي لما فيه الخير والنفع للدول والشعوب العربية سائلين المولى العلي القدير ان يكلل جهود القيادة المصرية الحكيمة بدوام التوفيق والسداد رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر